هل تعلم ما هي خطورة تاخير الغسل من الجنابة مفاجأة ستصدمك احيانا يكون الاستحمام ضرورة ملحة خصوصا لو بعد المعاشرة الزوجية ليس فقط من اجل التطهير لاداء الصلوات المفروضة ولكن للعديد من الاسباب الصحية والنفسية ايضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام قط بعد جنابة حيث اوصان عليه السلام اما بالبضوء او الاستحمام فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده اخرجه البخاري كل ذلك يوضح اهمية الاغتسال من الجنابة في الحال او حتى الوضوء بعدها تأثير تاخير الغسيل من الجنابة اكتشف الاطباء حديثا علاقة بين الام الظهر وتأخير الاستحمام بعد المعاشرة الزوجية او عدم الوضوء على الاقل حيث قالوا ان فقرات الظهر العظمية يوجد بها سائل المخ وهذا السائل هو المغلف للغضروف ويحتاج لتدفق الدم في حالة الاجناب وبالتالي مع عدم الاغتسال او الوضوء وجلوس الانسان لفترة طويلة يحدث جثاف لتلك السائل ما يتسبب بالضغط على الفقرات ويسبب الضعف المستمر والاب الظهر لذلك الحل الوحيد هو الوضوء او الاستحمام لان الماء يعمل على تجديد الدورة الدموية وبالتالي تصل لتلك المناطق وتحافظ على الغضروف سليما ولا يتسبب بعد ذلك بالضغط على الفقرات لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام على جنابة بعض الاشخاص يعتقدون ان غسل الجنابة هو الاغتسال العادي ولكن ليست تلك المعلومة صحيحة لذلك نتعرف على خطوات الغسيل بعد الجنابة الخطوة الاولى غسل اليدين ثلاث مرات ثانيا الاستنجاور تفرغ بقايا السائل المنوي بعد المعاشر الزوجية غسل الفرج لحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره وغسل الفرج باليمين مكروه والغسل يتم باليد الشمال ثالثا غسل اليد بالماء والصبون وان لم يوجد فبالتراب فقد روت ميمونة رضي الله عنها قائلة ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا رابعا الوضوء كوضوء الصلاة تلك سنة مستحبة خامسا البدء بفيض الماء على الرأس ثلاث مرات حتى يبلغ منابت الشعر والبدء بالشق الرأس الايمن ثم الايسر ثم افضت الماء على الجسد بالكامل والبدء بالشق الايمن ثم الايسر ثم غسل القدمين لقول ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه ترجمة نانسي قنقر